هذه النشرة لأبرز العناوين على صفحات الجرائد الإفريقية الصادرة اليوم نبدأها من السنغال وجريدة لوسولاي التي كتبت أن وباء كوفيد 19 أدى إلى مراجعة للإطار المكرو اقتصادي ميزانية السنغال تقول الجريدة تأثرت بشكل مباشر بنقص العائدات وإلى القابون ونتوقف مع يومية الونيون التي اهتمت باستئناف الرحلات بين مقاطعات البلاد إعلان استئناف الرحلات بين المقاطعات تضيف الصحيفة لقية ترحيبا كبيرا من قبل الساكنة وإلى رواندا وجريدة ذونيو تايمز التي قالت إن الحكومة الرواندية أطلقت تطبيقا رقميا بهدف تحفيز السياحة الثقافية التي توقفت بسبب الجائحة هذا التطبيق يتضمن معلومات حول 44 موقعا تاريخيا تواجد بست مقطعات في البلاد وإلى غانا ونقرأ على جريدة جانيان تايمز وزارة الشؤون الخارجية تنفي المعلومات التي قالت إنه تم فتح الحدود بين غانا والطوق الوزارة أوضحت أنها لم تسلم أي ترخيص بالدخول أو الخروج عبر الحدود بين البلدين ونختم من جنوب إفريقيا ويومية فن 24 التي توقفت عند الأزمة التي تعصف بشركة الطيران الجنوب إفريقيا ساوث أفريكان إيرويز وقالت إن وزارة المقاولات العمومية حثت النقابات على قبول حزمة المغادرة الطوعية المقررة في إطار مخطط تسريح العاملين بالشركة ترجمة نانسي قنقر